اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعين إذنكم عاملين إيه؟ يا ربي كده بكم الخير وتعيدا نقول بسم الله أنا النهاردة هعمل وصفة اقتصادية جداً سهلة يعني من شوية ضيق وشوية زيت هتعمله وصفة حلوة قوي يعني مقادير بسيطة جداً ومقادير موجودة في البيت يعني بسيطة هتقوموا بتعملها دلوقتي جميلة جداً ونتيجتها روعة المقادير أنا حطيت اثنين بيضة وحطيت زرة من الملح وحطيت كوب إلا ربع من السكر أنا حطى سكر بودر لو ما عندك سكر بودر ممكن تستخدم السكر العادي اللي عندك في البيت عادي بس تبقى هتقلبي بالمضرب بس شوية هياخد معاك الوقت تبقى في المضرب بس شوية وحطيت كوب إلا ربع زيت بصواً سواء ولا فيها زبدة ولا حاجة يعني مقاديرها بسيطة قوي واتطلع النتيجة في النهية بجد روعة يعني هنا بقى دي معلقة قهوة اللي هي سريعة الزوبين حطيت معاها معلقة لبن معلقة لبن مدرجة حرارة المطبخ عادي قلبتها وبعد كده وبتها بس حلو قوي بعد كده حطيتها بقى مع المكونات هقال لي بقى كده المكونات كلها مع بعضها حلو قوي قدمك بس المكونات كلها مع بعضها انا هكتبالكم المقادير في صندوق الوصف وكتبالكم المقادير كمان في الفيديو وهنا بقى حطيت معلقة واحدة بس من النشا معلقة كبيرة انا هنا كنت نسيت ان انا حطت الفانيليا المفروض الفانيليا بتتحطي بعد البيض على طول طبعا انت عشان عارفين عشان زفرت البيض بس مفيش مشكلة يعني عادي انا حطيتها بقى ايه دلوقتي بعد النشا والدقيق اهم حاجة تكون نخلينه انا نخلة للدقيق دي نص معلقة من البيكينبودر وهحط ربو ميك جرام من الديق بس الديق منخول بس انا مش هحطهم كلهم مرة واحدة عموما في اي معجنات لايزم ما تحطوش ديق كل مرة واحدة على حسب ما العجينة هتاخد معيكم فانا حطيت ربعمائة جرام من الديق خلاص كده وسط العجينة انا بنلمي بس العجينة كده في الطبق خلاص كده العجينة تلمت بعد كده هبدأ اكوارها كوار متوسطة مش كوار سغيرة ولا كبيرة طبعا دلوقتي بقى انا مسخنا الفرق هي بتستوي على دركة حرارة 180 بصتو انا هوريكم بصتو بقى الشكل الجميل ده انا عملتها بقى كلها بالكوار يعني بصت ربعمائة جرام من الديق طلع لي طبقين من الكوار من دوت فعلا بس انا عملت شوية كده بس برا الكاميرا عشان ما طولت عليكم في الفيديو بصتو بطريقة بقى سهلة قوي بغطة الازازة بمسك بقى الكورة كده اقوارها وبعد كده ببطتها تبطيطة بسيطة وبعد كده هبدأ بقى اديها شكل بغطة الازازة وبعد كده بدم بقى العجينة كده بصتو بقى الشكل روعة جدا ما بتاخدش وقت هي المأدير بسيطة والوصفة بجد بسيطة جدا حتى مش متعبة مش بتاخد وقتها خالص انا بصتو بما تبطتوهاش قوي انا ببطتها كده يعني برضو بسيط وبعد كده ابدأ ادهم العجينة طبعا تعملوا فراغ شوية مبين كل واحدة عشان طبعا في بيكينبودر فلايزم تعملوا فراغ شوية بصتو بجد الشكل حلو قوي انا بقى سويها في الفرن على الراف الاوسط على درجة حرارة 180 بتاخد من 15 دقيقة ل 20 دقيقة في الفرن هحطها في الفرن بصتو دين نتيكة بعد مستوى طعامه حلو جدا هش حلو قوي ان شاء الله هيعجبكم ما اديروا بسيطة قوي يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم وقلوا بقى رأيكم في التعليقات وإلى اللقاء في فيديو جديد شكرا شكرا